اشتركوا في القناة والوحش في الفلى والطير في رحلته والنمل لما بيسببر له الفترة اللي من دلوقتي الستمبر فترة اللي بتاع تدريب الطاقم بتاعها اللي هو موجود في فرنسا القسطول المصري كده باللي حصله حاجات ده كده في الفترة السنة اللي فاتي ده تحديدا والحاجات اللي وصلت القسطول المصري القسطول المصري تحديدا القوات البحرية المصرية بقت حاجة حكاية تانية احنا دلوقتي اديت مع القوات الجوية والرفال والفانتوم اللي جاه واللي موجود وحاجات تانية وحاجات اخرى كانت موجودة كمان انا بقدر اقول ان احنا كده ليش مصر فعليا وعن الارض اصبح النهاردة قوة هائلة بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله احنا عندنا عارفين ان في المنطقة دلوقتي كان الاول وكان الصراع التقليد ان احنا عمع عدو وليش واحد الصراع دلوقتي امتد بقت هناك تهديدات من حتة اخرى من دول اقليمية اخرى ايران من جهة وتركيا من جهة اخرى طلعنا في البخت ايار اخرى فهو دي الحاجة دي ما لم يكن ان ما كانش عندنا ديش قوي مش حنقدر نعمل اي حالة وبدون ديش قوي مش حنقدر نعمل اي حالة طبعا الكلام ده مش عارك كتير وحاوي تلاقيهم عاملين بيكلموا الى السن ومعهم هم عارفين بس بنكروا اللي هم القلة اللي موجودة في النخبة وفي الصوار ومش عارف ايه خليهم هم بقى مع نفسهم كده انما مصر هتمشي مش هتوقف قدام الكلام ده كله الشعب المصري في ظهر قيادته في ظهر ريشه وفي ظهر بلده في الفترة اللي فاتت دي وان شاء الله اللي جاي كله باذن الله النهار ده الفريق اول صدق صبحي القائد العام قوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي اعلن عن قبول دفعة جديدة للتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية حمل السنوية العامة والازهرية وشهادات المعادلة وحمل الشهادات السنوية الصناعية ومعادلها النهار ده في مؤتمر صحفي عمله نائب مدير الكليات الحربية اللواء جمال اركان حرب جمال ابو اسماعين الحاصلين الكليات الحربية هتاخد كل الشهادات اللي قلناها دي المعادلة بقسمية العلم والعادة بشرط المجموعة ما يقلش عن 70% والسن في 1-11 21 سنة البحرية 70% القبول والسن برضو 21 سنة في 1-11 الكليات جوية المجموعة 60% ما يقلش عن 60 وبرضو سن 22 سنة في 1-11 ليه الكليات جوية؟ رغم اللواء الكوية في الدراسة والحادات يحب فيه حادات كتير جدا كالطيارين ودراسة ولازم لغها جمدق جدا إنما اللواء الكليات اللوية لأن الاشتراطات بتاعت الكشف الطبي بتاعها بقى لغة الدقة فيه حادات كتير جدا 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 بيجب توفرها في الطيار الحربي يعني فدي بتخليه وأهمها طبعا المسألة الضغط والأزن الوسطى وحادات كتير جدا إنما مهمة جدا فعشان كده بتبقى وإحنا للأسف 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 اللياقة البدنية بتاعتنا لقى البدنية للمجموعة الشباب لما بنتكلم على شباب لأن اللياقة البدنية هي نتار نشاط بدني الشباب ما بيمرس نشاط عدد الشباب اللي يمارس أي نشاط بدني أي نشاط بدني اللي احنا بنسميه رياضة أولا اللي يداني لأن الغالبية الأظمة مش أعضاء في أي حتة والمساحات وحتى اللي موجودين فعندها مقدروش تلعبه هي مشكلة مركبة ومعقدة وهي بتنتر عن فكرة الممارسة ودي الفكرة اللي قالش الدستور نص عليها إن يجب إن يكون الحق الشاب أو حق كل مصري أن يمارس الرياضة ده حق الممارسة دي حق طب الحق ده عشان نفعله بقى ونعمله إزاي عشان نفعله في قانون الرياضة اللي هو طالع اللي هو ما فوش أي حاجة عن الممارسة لازم النهاردة الدولة اللي هي تتملك الأرض توفر مساحات أرض كتيرة جدا مفيش عمارة بقى تتبيني في حتة من الأماكن احنا بنمي في الصحراء وما عندناش أزم الصحراء ده احنا عادينا على 6% ولا 4% ولا كلام في المية يعني عندنا أراضي من هنا لما تنمشي بنحة الغرب ونحة الجيزة لغاية ما توصل حدود مع ليبيا لما تروح النحة التانية غاية ما توصل للسودان فيه إيه أنا معا؟ طب ما ندي نوسع نفسنا شوية الملاعب 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 وعشان كده لابد لو أنا النهاردة كل شبابي لو أنا النهاردة لو اعتبرنا بس مجموعة الشباب اللي موجودين في المدارس بس اللهم حوالي 18 مليون دول وقت لو 18 مليون ولدوا بنت في المدرسة اللهم شاب وفاتيه في المدرسة من السن الصغير متاح لهم متاح لهم فرصة ممرشد أي نشاط بدني المسألة هتختلف تماما هتختلف تماما هتنعكس بقى على أمن وحتنعكس على اقتصاد وحتنعكس على كل حالة من فهم الشاملية عمود فقري للدولة الرياضة أهمية الملعب زي المستشفى وزي المدرسة وزي أي حاجة إنما الغير دلوقتي فكرة الملعب إنه هو أي حاجة وقصة للعب لا مش للعب فأنا النهاردة لما بجأ عمل كشفات النهاردة بدنية وصحية والحاجات دية للشباب النهاردة عندي إشكالية لما بجأ نقل طيارين ونقل الحاجات دية عشان كده بينزلوا المجموعة شوية عشان مساحة المتقدمين أكتر شوية وأنا في التصوري إن أنا لو في زنقة لا حننزل مش حشطرة المجموعة يبقى مع السنوية العامة واخده الروابق وحتعم معه شوية في الدراسة شوية إنما كالياقة بدنية وكحانة خامة تصلح حيبقى عندي عدد أكبر كلية الدفاع الفنية العسكرية الشرط أن يكون طالب يتحصى لازم يكون 70% في الفيزياء والرياضيات ولازم يكون 92% في المجموعة أو كل الشهادة بتاعته والسن 21 سنة الدفاع الجوي برضو 70% والمجموعة كل 85% كلية الطب القوات المسلحة المجموعة كل 97% فأكثر فتح الباب القبول لسحب الملفات للقبول في كلية العسكرية والمعاهد العسكرية النهاردة المستشار مجد العاداتي وزير شؤون مجلس النواب قال إن الحكومة طلعت على أسباب حكم القضاء الإدارة ببطلان اتفاقية التعيين الحدود بين مصر والسعودية وأوضح أن هيئة قضايا الدولة قدمت اليوم متعناً على الحكم عمر مؤتمر صحفي وقال للمجلس الأصدراء في اجتماعه اليوم برئاسة المؤنس الشريف إسماعيل أكد أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء وأنها طعنت من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم ببطلان اتفاقية لزير التيران وسنفير وقال إن المجلس أن الحكومة ستتقدم بكل الوسائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أساندها أمام الأحكام الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في قضية وأشار أن هيئة قضايا الدولة إلاني تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوة ستقدم أيضاً بملف يحتوي على المسندات هي دي النقطة بس عايز أوضحها هيئة قضايا الدولة بترى أن دستورياً أن القضايا المحكمة ليس لا حق في نظر هذه الدعوة باعتبر أن مثل هذه الأمور بتبقى سلطة مطلقة لا رقابة عليها بقضيان إنما هي بتبقى سلطة للحكومة ومجلس النواب هو الرقابة اللي عليها إنما الحكومة دولتي بعد الحكم اللي صدر ده راح تبعت تبعت كل الأوراق هي ما بعتتش في الأولين وعشان كده صدر هذا الحكم هتبعت كل الأوراق اللي عندها للمحكمة الإدارية العليا اللي سنظر الطعم اللي حيتقدم عايز بس في الحكاية دي عشان خاطر البلوكة اللي حصلت والهاري اللي حصل على الفيسبوك والكلام ده كله يعني مع ماتين نتعلم خلاص في حكم محكمة على كل أن يتقبل هذا الحكم إذا كان في ده حكم نهائي بنتقبله لازم كل يتقبله إذا كان حكم أول درجة وفي درجات أخرى بنتقبل اللي حتعمل في التاني إنما إيه الحكاية هي مش انتصار أحد على أحد تعالوا في ده بنتين عايز أوريهم لحضراتكم من اتنين من الشباب من السعودية الأولاني عامل تغريدة اسمه سعد الأخ سعد دوسري كتب بيقول تيرانوس نفير إن عاد للسعودية فالسعودية بلدي وإن بقي مصر فمصر بلدي يعني والتغريدة وواحد تاني أخ محمد مسعود كتب السعودية ومصر دم عربي واحد ولا عزاء للحاقدين ولا تصعيد القضية ولن تفرق بين بلدنا بيننا أبدا ما إحنا من يرماع إحنا بنعمل أي حاجة عشان نتخانق يعني ليه بنتصور دايما الإخوة اللي هما بدورها على أي حاجة عشان يعملوا مشكلة ليه بنتصور دايما أنك أنت بتشتغل معارض اللي بيحكم ده دايما هو على الطريق أنهم بيعمل حاجة غلط وبنصعد أي حاجة ونعمل في مصالح بقى البلد وفي حوادي بلد وقبل ما بنفكر ده هل يمكن النهاردة أنه تحديدا الرئيس السيسي يبقى من النوع اللي حيفرط في حاجة هل يمكن تصور ده هل يمكن تصور هذا الأمر طب دا لو بفرط والضغوط ما بتفرط عشان حاجة رضخت الشيء طب ما كان رضخ من الأول وكانت الدنيا معروض عليه اليقوت والمران والزمرض وكل حاجة من الإخوة ما كان قابل وفرط ما ينفعش ما ينفعش إن إحنا في في اختلافاتنا وحدد كلها وما ينفعش إن إحنا نخبة وعايزين أن نحكم أنا مش قادرة فهم كل واحد من اللي مقدم نفسه على إنه يستطيع أن يحكم أو إنه يستطيع أن يباليه دور في هذا البلد لا يملكم عمره مقدم فكرة أو اقتراح أو أي حالة في أي قضية هو بس عمال يعارض أو يعتصم أو يضرب عن الطعام أو يعمل مش عارف إيه كلام ده كله مش عايزين دايما ناخد الناس والشباب ونخلق قضايا وهمية لأن بلدنا عندنا اللي مكفينا بالمشاكل يعني مع التداول والسلطة ده حق لكل حد إذا كان في حد بيعرف نفسه كلام ده كله طب على الآن اللي من دلوقتي ابتدي يعمل مشروعك إنت قول أنا مشروع يعمل كذا وحعمل ده إزاي والحكاية دي كانت تتحل إزاي وإزمة الكهرباء لا ده الرئيس السيسي ما عرفش حلاك وإنه ممكن نبيب الكهرباء أسرع من كده ورخص من كده بالطريقة الفلانية وكذا 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 لا ده قناة السويس دي كأنه ممكن نوفر فيها كذا ده إحنا كنا نقدر نعمل طرق مش عارفية لا ده هو في التعليم نقدر نحل مشكلة التعليم كانت إنما المزايدة المزايدة على أحلام على الخبز والعدالة الاجتماعية أهربنا وكسهم لما جدت المساكن اللي اتعامل الكتير للأكثر فقرا والأكثر تضررا واللي هم كانوا شاكنين في بيوت الأكثر خطورة اللي خدوا شواء والرئيس صمم من الشواء دي ما تسلمش فاضي هتسلمون لهم بعفش وفعلا اللي سكنوا دلوقتي سكنينوا شواء مفروشة لبلاش اللي عيشت هذه العدلة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية النقاردة لما كان فكر الرئيس لما قال الناس كل واحد يصبح على مصر بالنين والترياءه بقى وحكاية بقى وبتظهر بقى قد إيه النفسانة يعني إنما في الآخر طالع أن يصبح على مصر دين عملت مليارات وسكنت ناس وعملت حاجة وحلت مشكلة في العدلة الاجتماعية اللي هي عايزينها تبقى هذه العدلة تبقى اللي قاعد في المدافع إن يتدفن فيها إنما الحنزايد على مين طبعا لما الناس يتحل مشاكلهم يزايدوا بمين ويحلوا المشكلة إزاي إذا النهاردة ما لقاش أي مشكلة يعمل فيها خناقة هو دي شغلته إن يعمل خناقة ويزايد ربينا يهدي النامية النهاردة من 1450 سنة ارتفع صوت أول أزان في الرامع الأظهر أول صلاة في المسجد اللي هو من 1450 سنة قلعت ومنبر الإسلام في العالم كله الأظهر ده واللي هو الممثل للدعوة الإسلامية الوسطية والصحيحة في عصر احنا شايفين في كل الحادات اللي بتحصل دي سنة 971 من الهدية تم افتتاح الرامع الأظهر وصلاة فيه في أول مرة كان 22 يونيو 971 بلدية الدولة الفاطمية احنا عارفين هي اللي عملت الأظهر والأساسها دوها رسو قلي اللي يكون أول مسجد من شف القاهرة باسم جامع القاهرة في البداية كان اسمه جامع القاهرة وفي فترة حكم العزيز بالله الفاطمي عود تسميته بالجامع الأظهر بالنسبة إلى فاطمة الزهراء في اكتوبر 1975 أول درس علمي وكان لقادر قضاء أول حسن علي بن النعمان ثم الوزير يعقوب بن كلاس الفاطمي بتعيين جامعة الفقهاء لتدريس الأظهر يولي 61 قانون 103 أصبح الأظهر مقتضاه جامعة وكبرى للتعليم العالي بداية من العام الدراسي 96-97 كان الجامعة الأظهر تمتلك 52 كلية شاملة تعالوا نشوف التقرير ده عن الجامعة الأظهر اللي احنا بنحتفل النهار ده مرور 1450 سنة على إنشاؤه قبل 1045 عاما من الآن رفعت مئذنة الجامعة الأظهر صوتها بآذان أول صلاة في مسجد كام الدراسي 1996-1997 كانت جامعة الأظهر تمتلك 52 كلية شاملة العلوم الشرعية والدراسات الإنسانية لتصبح جامعة الأظهر ثاني أقدم جامعة قائمة بشكل مستمر في العالم بعد جامعة القرويين والأولى في العالم الإسلامي لدراسة المذهب السني والشريعة الإمام الأكبر لقب جليل يطلق على شيخ الأظهر الشريف فصاحب هذا اللقب يرأس أعلى مؤسسة إسلامية سنية في العالم الإسلامي علىها مكانة كبيرة على مستوى العالم ورغم عراقة الأزهر لم يظهر منصب شيخ الأزهر إلا بعد مرور سبعمائة وواحد واربعين عاما على إنشائه وتحديدا عام ألف ومائة وواحد هجريا في عهد الحكم العثماني فقد كان النظام المتبع أن ينتخب من بين كبار العلماء ناظر يشرف على شؤونه تولى المنصب لأول مرة الشيخ محمد بن الخراشي الذي كان يلقب بشيخ الإسلام وتناوب على مشيخة الأزهر ثمانية واربعين عالما أبرزهم الشيخ المراغي وشلتوت وعبد الحليم محمود وصولا لشيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب الذي تولى المشيخة منذ عام الفين وعشرة لرجال الأزهر وأبنائه شيوخه وطلبته زيهم التاريخي الذي عرفوا به منذ عصر الدولة العثمانية ويتكون الزي الأزهري من غطاء للرأس هو العمامة وثياب للجسم تتمثل في الكاكولة والجبة تبنت مشيخة الأزهر توحيد زي الطلاب والعلماء والمدرسين في ستينيات القرن الماضي ليبقى محافظا على هيبة رجال وأبناء الأزهر الشريف حتى الآن كان للأزهر الشريف دورا في الحفاظ على التراث الإسلامية وتوضيح مفاهيم الشريعة حيث لعب دورا قياديا ومهما في النضال الوطني فقد قاد شيوخ الأزهر المقاومة في أكتوبر عام 1798 ضد الفرنسيين أثناء حملة نابليون بونابارت وكانوا في طالعة المواجهة مع الشعب المصري وقف شيوخ الأزهر ضد الحملة الإنجليزية على مصر عام 1807 والثورة ضد الاحتلال الإنجليزي عام 1919 وفي العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ونظرا لمكانة الأزهر العريقة ظل قبلة لكثير من الرؤساء والملوك عبر العصور ففي عهد أسرة محمد علي كان للأزهر مكانة لدى ملوك مصر وفي العهد الجمهوري كان منبرا للرؤساء والزعماء على رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر وأنور السادات زار الأزهر كثير من الملوك والرؤساء الأجانب لعل أبرزهم الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية مع الملك فاروق عام 1946 والرئيس الجزائري الأسبق رفيق هواري بومديان والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيسة وزراء باكستان السابقة بنظير بوتو ونحن إذ نستعيذ ذكر افتتاح الجامع الأزهر الشريف فجميع الدول العالم تنظر إليه كمنبر تنويري يقود ثورة التصحيح في العلوم الشرعية التي شوهتها فتاوى وأفكار الجماعات المتطرفة والإرهابية في السنوات الأخيرة وتعول دول العالم على الأزهر الشريف تجديد الخطاب الديني وتصحيح الصورة المغلوطة للدين الإسلامي خاصة في الدول الغربية ليبقى الأزهر قائما برسالته التأرير ده اللي كان عن نامع الأزهر اللي احنا محتفل بـ 1450 سنة على إنشاؤه كتب التأرير أحمد إمبابي إعداد عبير نبيل ومنتاج محمود رحال طبعا النامع الأزهر الشريف قلعة مهمة جدا 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 والكل ينتظر من الأزهر الشريف دور كبير جدا في الفترة الجاية والله يكون في عون الأزهر في اللي حصل ده للعالم كله احنا شايفين النهاردة تم دعم بصورة أو بأخرى مجمعات كتير جدا حملت السلاح وقتلت وسفكت الدماء باسم الدين وكان هذا أكبر حاجة تورده والدين الإسلام بريء من ده كله إزاي نصحح الصورة دي بقى ألا يكون في عون الأزهر وعلماء الأزهر ودي مسئولية كبيرة جدا الحية لأن مفاهيم كثيرة جدا وعشان نصحح المفاهيم دي المؤكد لا بد من تجديد الخطاب الديني لأن في حاجات كثيرة جدا المؤكد أنها دست أو حاجات دخلت ونسبت للرسول عليه الصلاة والسلام ونسبت إلى الصحابة ونسبت حاجات كثيرة لا بد من تجديد هذا الأمر لأن في حاجات كثيرة من اللي بيستند إليها جماعات الإرهاب حول العالم للحاجات المغبوطة دي عايز بس نروح للفاكرة الواتساب ونشوف النهاردة أول عندنا رسالة بمبعوتها من الأستاذ شريف اسمه مصطفى بيقول لي النهاردة 17 رمضان ذكرى يوم مصري حدين ذكرى استشاد 16 بطلا من أبطال خير عندنا دي الأرض صائمين ذكرى مذبعة رفح 17 رمضان 2012 مذبعة رفح نفذت على الحدود بين مصر وإسرائيل في 6 أغسطس 2017 رمضان من عصابة أنصار بيت المقدس الرهبية وأصفرت عن استشاد 16 ضابطا ولونديا مصريا وإصابت سبع آخرين بالكرب من معبر قرم أبو سالم حيث استولى المناء على المدرحتين وحاولوا اقتحمل حدود مع إسرائيل وتصدت لهم القوات الإسرائيلية وقتلت منهم 8 وعايز أفكر بس في الزكرة دي فين السور يا عايز أفكر بس في المدرحتين طبعا كانت أول حاجة تتعمل والمقصود بها كانت المجلس العسكري يعني أول حاجة تعمل المسكري وبعد كده حكاة اللي اتخطفوا في رفح وكان فيه النداء اللي عمله الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على الأطبق لما قال حفظه على الدناه والمخطفين يعني كان أول أول الخطفين أو المخطفين كان قلبه أول الخطفين خايف عليهم لأن كانت مسائل كلها واضحة جدا ودي رزق من المسألة إلى أن جاءت مذبحها الأخرى اللي كانت في الساد برسعيد وياد الإخوان ليست بعيدة عنها مع احترام الكامل لكل ما يتم من تحياته ويتم من تحيات والدليل على هذه المسألة والكلام ده كله تصرف عمله لعب الكرة السابق محمد أبو تريكا عندما أمر المشير محمد حسين طنطوي بإرسال طائرة للعيب تلقال عشان نبوه من برسعيد ولما نرم كان المشير مستنين في مطار ألمازة عشان نسلم عليهم ما رضيش وسلم عليهم وكان تصريحه الشهير أنا مقدرش نحط يدي في يدي واحد يدي متعصب الدم إشارة إلى أن العمل ما تبحث ليش أبسط حال وهي دي اللي خلت شباب الألترس وسهاتها مشوا بقى في السكة دي أبسط حالة لأي واحد دائما أي نريمة بتحصل أي حالة دائما بتشوف إيه الدلائل وإيه المحتمل هل يمكن أنا نبقى في الحكم وعمل نريمة زي دي تضرني وأنا اللي بحكم كمجلس عسكري يعني بالعقل بالعقل إيه ديش مصلحته في هذا الموضوع ديش في الفترة دي كلها من ساعة ما قامت ثورة 25 يناير إلى غاية 30 يونيو وديش كان حريص على حاجة وحدة قال لا تستضرق الكوات المسلحة لمواجهة مع الشعب وكانت كلت أي تسرق محمد محمود ومسبيرو وكل الحاجات اللي اتعامل كل الأفلام اللي بتتعامل دي لأن مبارك اتنحها بعد 11 يوم ولا كم يوم ومشي النظام الرئيس الأسبق حسن بارك مشي لو كانت المسألة هو كان خلاص وده فعلا الناس الكتير اللي كانت في المدين مشت تبقى من يردون إسقاط الدولة وعشان تسقط الدولة يبقى لازم مواجهة مع الليش لازم ليش يضرب في الشعب والشعب يضرب في الليش وتبقى هي دا اللي كان مطلوب عشان بقى نبقى زي دا اللي مطلوب والغد دلوقتي اللي بيسعوا ليه ومش هقدروا يعملوا طبعا إنما بس بحكي الحكاية فإزاي وانا بحكم كقوات مسلحة أنا حعمل الله الليش كان في منقى على إنه هو ينظم المبرأة ويروح يحط نفسه مبرأة عشان ما يباش فيه مواجهة بينه وبين الدمهير كان فيه حرص على هذه المسألة حرص بالغ لإنه كان من الأول المشير تنتوي كان فاهم دا رب بني ادي له الصحة والعافية والتاريخ شايز هدل هذا الرجل ودفعه الجيش دفعا للصدام مع الشعب وحدوت رجل لما طلعت بقى الهتفات يسقط حكم العسكر ويسقط مش عارفين ويشتيمة في الجيش وفي العساكر وفي الزباط ويطلع العيال يشتم الزباط وموقفين على تعديل بتاع الإخوان والصوار دا كله مش منسي والإعلاميين إياه هم مش محدش بينسى محدش ينسى المرحلة دي فلما دات الحادثة بتاعت التاني كان تاني حاجة أو من الحاجات اللي اتعاملت الفترة دية لأجل توريط لأجل الإساءة للحكم العسكري ولأجل توريط الحكم العسكري ولأجل النهاردة وتوريه الاتهامات للحكم العسكري كانت رفح دية كانت واحدة من الحواديد لأن كان الإخوان مع حماس وبعدها بقى تولت الحاجات وبعد كده جات حكاية على طول بأحداث برصعيد كتخطة هم مهمومش دم قد إيه مهمومش قد إيه ناس تموت إنما هم مخطط بتاعهم عايز بس النهاردة في الصورة في الرسالة اللي بعتها لي شريف السيد شريف مصطفى كان هو في صور لشهدائنا في هذه الصورة فين يا بلعيلة الصور فالشهداء اللي هم النهاردة يعني نحتسبهم يا رب عند الله شهداء وكل يعني يا رب يصبر أهليهم ويصبر أسرهم والشهداء ورب نحتسبهم عندك شهداء يا رب العالمين إبراهيم نصر سيد أحمد 21 سنة من المنوفية معوض حسن معوض 21 سنة من المنوفية أعصاب نبيل إبراهيم السيد 21 سنة السيد محمد محمد 21 عم الكفر الشيخ أحمد محمد المهدي 21 سنة محمد عبد حميد عمر 21 سنة ممدوح علي السيد 21 سنة عفيف سعد عفيف 21 سنة محمود زكريا 21 سنة محمد علي إبراهيم 21 سنة يعقوب عبد العزيز عبد الحميد 21 سنة إسماعيل محمد أحمد 21 سنة السيد صلاح السيد 21 سنة عبد الرحمن حسين عبد المحسن مشترقية نفس السن محمد منصور عبد الرحمن اليبيا دفع واحدة كلها في التجنيد أنيس ناصر سعد النبي 21 سنة من المنوفية وفي الإصابات كان محمد عبد العزيز خد طلق ناري في ظهره وفي دراعه ومينة منير ورفائيل بشاي وخد طلقه في رئابته ومحمد عبد الله أحمد الصيفي دول شهداءنا في رفح في المدبحة دي دي واحدة من الحاجات اللي كانت معمولة ضد مهم مش مهم دولة الإخوان ما بفكروش في دولة ولا شعب ولا حال هو عايز سلطة وعايز يزيح وعايز يعمل تعمل بقى مدبحة تعمل مدبحة زي بتاع الساد بورسعيد تقيت كل ده وميلو في الآخر والإشارة على أن ده وطبعا واستمرت بقى احنا استمرنا في الفيلم ده في الفترة بتاع الحكم العسكري العسكري وكل يوم بقى كان في المدس العسكري كل يوم نبيب الغاز تفدر في السينة أول ما الإخوان ميسك بقى وليه الدكتور مرسي لا نبيب غاز لا لخط الغاز الضرب ولا مشكلة تعملت ولا كل كلام ده كله وقفت المسألة دي هي الحالة الوحيدة اللي عمل حادثة الخطف ودي كانت معمولا ما عرفش ليه يعني هل بيعملوها وبعدين بيتدخل فيها بعد كده عشان يقولوا انه بيفرر المهم يعني فقال التصريح بتاعه هو دايما يا عيني كان تصرحاته كلها يعني تعمل يعني في تصرفاته كلها تصرف تصرفات سرب الوسائق فماخدش بال انه كده انه بقى خاير هو طبعا لو لو ألف به يعني وانت رئيس للدولة ووسائق على هذه الدرجة من الأهمية ومتاخدت ديال دولة تانية ده ما دي خيانة وما لما كانش دي الخيانة وباسمها ايه وبعدين لما يطلع عيون في تصريح ليه وانه بيحفظوا على اللي خطفوا المخطفين طب انت المخطفين نحفظ عليهم نفهم ده انما اللي خطفوا دول انت عايزت تحفظ عليهم يولعوا برأس عايزت تحفظ عليهم ليه يعني آه أستاذ محمود السوري بعت لي آه آه صورة بقول وحدهم هم آه وحدهم هؤلاء هم المتدينين ورغم أنهم في كل شيخ الغيرة والمنطنطعين وطلور الأدياء وحدهم هؤلاء الشرفاء من الصحكون تصدر مشهدنا الإعلامي للمرتزقة من طلور الأوطان دي الست نوسا فين الصورة يا دي الست نوسا وشهرتها نوسا دوكو بتشتغل في صيانة هيكل السيارات بعد مرة زوجها بتلايه في الكبت قررت ان تقف مكانه في الورشة عشان تصرف على العلاله وأولادها التلاتة في البداية ورهت السهزاء من الزبائي لكن دلوقتي الكل بيحترمها بيحترمها لأنها أثبتت للنميع أنها أداءه نوسا نموذج للستة الأصيلة اللدعة ده مش للستة الأصيلة اللدعة دي نموذج للمرأة في كل حتة في الدنيا المرأة اللي هي اللي دايما بيكلمه بيقولك النوس لا ده المرأة المصرية أثبتت في موقف كثيرة إنها 100% من حجات كثيرة حية الأمر أدي ستة هي اللوزة تعب ورقت رحت هي وقفت مكانه وبقت هي بس بتروش في الدوق وبتشتغل الشغل مش عيب العيب إن إحنا نتنطع والعيب إن إحنا نقعد على الكافيهات والأهاوي العيب إن إحنا نختلق المشاكل العيب إن إحنا نروض للشاعات العيب إن إحنا نبقى أطرف فتنة سمر عمر بعتلي حاجة تانية بتقول دي أول تدربة نسائية من نهلة دماطي وصافي محمود عملوا عربيت فول نساء اسمها فوليولوجي نهلة خريرة هندسة وصافي أعلام بيقولوا مولودين في مدان سفير من ساعة 11 لغاية الصحور حاجة تفرح جدا رحوا كله وشلعوهم الشغل مش عيب بنات بميت راجل من بتوع الأهاوي والنشطاء والله عندك حق عندك حق يا سمر والله الأستاذ عبد الرحمن بكري بعتلي بيقول لي رسالة لمحافظ وزير السياحة وكل المسؤولين عن السياحة وشعب عروس المتوسط أسكندرية هكذا يجب أن تكون الأسكندرية اللي تصبح اسما على مسمع عروس المتوسط وإذا تم تطوير سوعة المصاد بمترو سرية في الأسكندرية ولكن دون ألغاء اترام السياح يا أبو دورين لأنه أحد أهم المعلم السياحية بالأسكندرية وإن كان يمكن اختيار مسار سياحي بطيء له بعيدا عن مسار الموصلات السريعة بل يعني بإصلاح كل عربات الترامل القديمة ودورين وتطوير شكلها السياحي ودمال وتناسب الألوان في العنانات عليها ده مقترح بس أنا بختلف مع السيدة عبد الرحمن في حاجة واحدة بس إن لو حاولنا نعمل مترو في اسكندرية نخلي بالنا اسكندرية قائمة يعني بحرها وأرضها على كمية أثار هائلة جدا نخلي بالنا وإن إحنا بنعمل هذا الكلام عشان يعني إحنا يعني كان يجب أن الأثار دي ما عرفش ما طلعتش ليه أو ما عرفش نعمل إيه إنما نخلي بالنا من النقطة دي وإحنا حل الموصلات السريعة ممكن يتعامل تلفريك يعني يتعامل تلفريك على بيبقى ماشي بصورة ما خاتبلك بالوارد كورنيش أو حاجة زي كده فيه أساليب كثيرة جدا ممكن نحل بها اسكندرية كديرة عشان الزحمة وفكرة الترماي أبو دورين لأنه ده حدى موجودة من زمان ولازم تبقى ده فكرة عظيمة وهائلة ونقدر نلعيله مكان ونمشي فيه يا رب نعمل له المكان ده حتى في الحزام التاني من اسكندرية نفتح طرق ونبقى فتحله طريق لوحده بديد في الرزق التاني موازن الكورنيش بس على عنق خمسة أو ستة أو سبعة كيلو من دوة يعني أنا بيتالي فيه طرق كثيرة جدا نقدر نعمل بها بس اسكندرية تستحق أكتر بكتير من اللي هي فيها ناصر الدين محمد بقول لي على سبيل الفشخرة نأتي للصورة بتاع ناصر أنا من اسماعيلية من حق كل واحد يتفشخر بجمال بلده مصر الجميلة يا سيد أبراهيم كل سنة وحضرتك طيب دي صور من اسماعيلية الحقيقة طول عمر اسماعيلية كان لها طبع خاص ومحافظة عليه الحقيقة في اسماعيلية والواحد أنا بهنيهم وإن كان في بعض الحتة كده وقعت منهم شوية إنما أنا بقول بهنيهم وإنحنا نحافظ ونرجع تالي اسماعيلية بتاع زمان يعني في فوقت من الأوقات أنا فاكر أية من الدكتور عبدالله مرة ما كان محافظة اسماعيلية بسم الله ما شاء الله كانت جميلة 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 ونقدر نرجعها أنا عارف إن الوقت مش هقارن وقت بوقت الظروف وقتها كان حاجة بس نقدر نعمل ده نقدر نرجع ده لأنه هو في شعب الاسماعيلية عنده النزعة دي وعنده الحب إنه بلده طوبة كويسة ويعني زي نصر ما بقول من حقنا نتفاشح الحقك يا عم بالاسماعيلية ويعني ده كده في الصور البتاعة الفيسبوك بس عايزة أروح بقى للرسائل إنه قال لي كم يوم ما رحنا لهاش الأستاذ أحمد شيخون بعيدة لرسالة طولها تخلص على آخر رمضان بيقول لي السلام عليكم بخصوص الشارع المصري أنا ليه تعليق عاوز أقوله حاجة اختبرتها الاربع تيام اللي فاته دول أنا كنت بتردد على مطقة مدينة صناصر ومصر اللي دي ده الكام يوم اللي فاته وفي حاجة أزعالتني في تاكسيات بيضاء مش مشغالة العداد بقولي على التاكسيات البيضاء شفت أكتر من تاكسي مش مشغالين العداد في يوم واحد وعلى مدار كذا اليوم أول واحد فضلت راكم معاه وما خدتش بالي غير ولا نازل وبحسبه بصيت بيبصي في العداد عشان أعرف الأدرة لقيت الأدات مطفي المشوار كان صغير وكانت الأدرة اللي طلبها متناسبة مع المسافة وكنت مستعدل بصراحة والموضوع عادي حدا المهم بعد ما خلصت خلاص مصلحة اللي بقى دي هناك في مدينة ناصر نزلت تاني وشاورت التاكسي بس المرة دي أول مركبت بصيت على الأدات لقيته نفس النظام مطفي فانزلت على طول وقفت واحد تاني وطل الحمد لله مشغل العداد تاني يوم نفس الحكاية تكررت معايا أوقف التاكسي وأول مركب ألاه العداد واخد أدازة فانزل على طول وانبارح نفس الحكاية أنا متعود أركب المترو دايما ومش بركب حال غيره لكن كانت المصادفة اللي اضطرتني أركب تاكسيات الكام يوم اللي فات ولاحظت أن تاكسيات البيضاء كتير منها ماشي من غير عداد بمتال أريحية فهل ده بقى شيء طبيعي دلوقتي وأنا مش عارف ولا لأ ولو ما كانش ده شيء طبيعي فإزاي الناس دي ماشي كده وما فيش رقابة عليها أنا سألت اتنين من الإخوة البهوات اللي كانوا مطفيين عداد واحد بقوله انت مش مشغل العداد ليه قال لي أنا ماشي عادي بصراحة ما عرفش الرد ده معنى إيه والأخ التاني سألته نفس السؤال وكان رده أصل حكومة بنت يعني شتم بقى وقعد يقول كلانا شوية كلام فاضي ما فيمتش منه حالة غير إنه شخص منفلت ويحب يمشي غلط المهم أنا أول مرة أصادف الموقف ده ومش عارف قال ده الوضع الطبيعي دلوقتي ولنا اللي حظي كان سائل أقصى درر وأسف على الإطالة لا هو ده مش الوضع الطبيعي إنما هذا هو ده النتاج الطبيعي لحالة الفوضى اللي احنا فيها وبعدين تعالى بمنطقية شديدة جدا أنا عشان نرجع تاني عشان ننفذ القانون تاني محتاج أنا شايف إن الشرطة مش مستحملة وعندها اللي مكفيها واكتر واكتر يعني وهو ده اللي بخلي الناس استمرأة الفوضى إنما فوضى بتاعتنا كلانا فوضى في الأسعار هو التالر اللي بيغلي على كيفه أو المستورد اللي بيديب على كيفه أو أي حد بيعمل على كيفه اللي بيمشي بالمشاكل في الشارع على كيفه اللي بيطفل عدد على كيفه هو ده هو المفترض إنه ما يعملش ده بواعز من ضميره تبقى سلوكياته هي دي كده هو تعلم ده بيعمل ده لأنه ده الصح اللي مفروض يعمله أما وإن إحنا دلوقتي بقت المسألة مرتبطة بالقانون إما إن إحنا نعين 35 مليون زابط عشان خطر نحل المشكلة دي خاتب قال لك إما حنستنى شوية واحدة واحدة لغاية ما يرجع تاني الواعز ضمير عصر من غير الواعز الضميري القانون لوحده ما يقضيش يا جماعة القانون لوحده ما أعميش ما أنت فيه ناس كتير ما هو القانون طب ما اللي حيغش هيقعد في بيته وراء الحيطة بيغش وبيعمل لو أنا لو مش حيغش في أي أكل أو منتجات أو في أي حالة أو يطفد العداد على أحساب المحشي إنما لو هو عارف إنه ممكن أي عسكري مرور أو أي زابط مرور أو أمين شرطة حيقول له عداد ويعمل الكلام ده هو مطمئن ما حاش يعمل ده لأنهما مشغولين ومتشحتطين في مئة ألف حال عايز أقول بس اللي سيد أحمد معلش هي المسألة هي مسألة 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 إحنا ده خراب زمن بتاعتنا ونتاج الفوضى اللي إحنا اللي هي إحنا فيها والفوضى دي مش الصورة لا ده الفوضى دي معمولة عشان تتفرر إنما الفوضى دي كان التجهيز لها من ساعة كوندريزا رئيس مقالة 2006 من قبلها كمان وما بنهزه البلد أنها في وقت معين تحصد هذه الفوضى تلاقي اللي انت فيه ده من خلال سنة ما بقى ومن خلال ومن خلال إعلام ومن خلال حاجات كتيرة كان فيه ترتيب ليها وبقولي الكلام ده مع احترامي الكامل لكل اللي بينكروا نظريت المؤامرة لأنه هم المؤامرة هم اللي بينكروا دول هم المؤامرة مؤامرة ما فيش مؤامرة وانت عايز بلد يبقى فيها هذا كل الناس تبدلت ليه يعني قاموا فات عليهم كلهم برص مثلا بالليل يعني فات بدلوا كده لا ده انت بتكسر 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 من زمان اطلع يا بولئة اطلع فاصل موسيقى 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 النهاردة وزارة الصحة في تصريح ليها عايز بس أحيي وزارة الصحة بل أحيي الحكومة المصرية الحقيقة على عملته فيروسي طبعا عشان حاجة إيجابية وكويسة ما حدش تكلم ودي قمة العدلة الاجتماعية وقمة الاهتمام بأهلينا في قرى ونجوع مصر فيروسي اللي كان بيأكل أجساد المصريين النهاردة فيه ربعمية وعشرين ألف حالة تم علاجهم تماما من أكتوبر 2014 نسبة الشفاء كانت عشت تسعين في المية وده شيء رائع جدا الانترفرون اللي كان بيتاخد الكرسي كان بيبقى تسعين حقنا تسعين حقنا أكتر أو أقل وتمنه غالي جدا ومدمر الانترفرون مدمر يعني اللي ياخد تسعين حقنا كان بتتاخد يوم بعد يوم يطلع بعديا مش شايف وكانت نسبة الشفاء اتنين وعشرين في المية وواحد وعشرين في المية وأنا بعتقد أن كل المصري تسعين في المية أو مية في المية من المصريين اللي اخدوا هذا الكلام اللي شافي منهم لو مية لو شافي منهم واحد يبقى كويس في الانترفرون النهاردة بالإعلان النهاردة الدكتور وحيد دوس رئيس الليلة القومية لمكافحة الفيروسات الكبادية قال ان سبعين في المية من مراكز الكبت في مصر ما فيهاش دلوقتي قوائم انتظار كل اللي عنده المرض بيتعالج دلوقتي وده شيء رائع جدا الدولة الوحيدة في العالم التي حققت هذا الانجاز الطبي هي مصر أمريكا ما عملتش ده أمريكا عندها حوالي ثلاثة مليون واحدة عندها على فكرة فيروسي بالمناسبة يعني ما عملتش اللي عملوا المصريين بقنا بنعمل الدواء هنا تكلفت بقليلة أهلنا كلهم بياخدوا الدواء ببلاش فيه أكتر من كده وبعدين بقت المسألة مريح وفيه دواء نازل لديد الستة شرح ابو ثلاثة وانا بعدها موصل لمرحلة دي قريب لدن قريب لدن زي ما حصل في البيتاريسيا اللي الشعب المصري دمرته والحقن التأطير اللي كان بياخدها دمرته مرتين تانين وما كانش نسبة شفاء بدلوقتي بقى مش عارف تلاث تقراص بيتخدوا الدواء بيتعالج حيال الفيروس في نفس الحكاية قريب قوي حيب فيه دواء بيتاخد في نرعة واحدة ويخلص ان شاء الله مرة تانية كل التحية والاحترام الحقيقة للدولة ان هي عملت ده والاسرار على ده الستاذ احمد ابراهيم بيقول السلام عليكم انا عايز اقول ربنا يحمي السيسي وشعب مصر وشباب مصر ويهديهم والله انا بتفرر على البرنامج على طول وربنا يحميك انا احمد ابراهيم لو لو ليش مصر ما كانش فيه مصر بشكرك يا استاذ احمد الاستاذ محمد حسام بيقول لي طبعا المسلسلات رمضان اللي كل ممثل بياخد حوالي خمسة مليون ويصرفوا على المسلسلات تقريبا مليار وفي الاخر يضيعوا لنا صيامنا طب ليه نتفرر عليهم طب لو نص الشعب المصر ما تفررش المسلسلات هتواري خسارة كبيرة ليدا ومش هعمله قلة الادب اللي احنا بنشوفها وحتى البرامة الادنية مثل انسان رديد طب ما انت ممكن تقرأ قرآن وحتاخد صواب كبير عايزين خمسة مليون مصري يشوفوا ويوعوا يوعوا الكلام ده وما يتفرروش عايز بس اقول لله استاذ محمد هو يعني في اكتر من حاجة النهاردة طبعا انا يعني ما حادش حادر انا عالي شخصيا مش حادر اتفرر على اللي بيحصل ده كله يعني لان عادت كتير بيدا في وقت والمسألة بقت خلاص يعني هل كانت المسألة ان احنا بنركز ده في رمضان ونصمم على ان احنا بنقول ان رمضان ده اصل اعلى نسبة مشاهدة ونعمل اللي كان لون ده عشان نخلي مفهوم رمضان بالنسبة للناس حالة تانية الله اعلم هل المسألة كده هل المسألة لانك انت لما تيب له اصل اعلى نسبة مشاهدة طب مين اللي حيشوف عشر مستسلات في وقت واحد يعني حتى لو هو رايلي اللي ما بيشغلش ايش غلانة مش حيقدر يشوفهم برضه حيشوفهم امتى وازاي انما هل الفكرة ان احنا نربط رمضان بده مش عارب هل الفكرة ان انا خليت بقى اعلى مشاهدة والكلام والحيالات دي كلها وابتديت ان اعمل بقى حاجات تانية زي الاخ اللي اسمه رامز ده والحريقة والحرايق والبرامل اللي في هذا الاطار البرامل اللي بترسخ العنف البرامل اللي بترسخ القراهية البرامل اللي بترسخ اللي هي فيها اهضار للرموز رامز ده كل يوم كمية البزاقة اللي بيقولها لممثلين واشخاص وسهو مرضوا على انفسهم هذا هو رضي على نفسه نيل يتهزق ويتبهدل ويتعمل وفي الاخر يقول له نزيع ولا ما نزيعش ويتخنوا مع بعض ويشتموا بعض وبعدين نزيع انما عشان هو المبلغ اللي حيأخذ هو رضي ما حدش يقول لي انه هو مش عارف لانك انت ما فيش ممثل حتنقل من هنا ويروح المغرب لم بيصوروا الحلقات دي هناك الا لما حكون عنده اه ارضر انك انت هتشترك في كذا ده ده فانت هناخد وقتك من وقتك قد كده وحتشترك في برنامج شكله كذا وعمل كذا ما حدش يقول طب لو اتضحك عليه وبعدين اتمرمط المرمطة دي وقع على وشه وكفة واترش بالمية واتبهدل البهدلة دي ليه بيقبل انه يعمل ده مساعد فهي المسألة فانت فكرة حتى انك انت الولد انما هو البرنامج ده ده بيترسخ البرنامج ده سنة بعد سنة وبرنامج مع برنامج ده يخلق لك اجيال طيرة الاطفال الصغيرة ما مش هيدرك انما الطفل الصغيرة حيعرف دلوقتي الهزار بيبو بالنار وانك انت ممكن تغزه بسكينة ما هو ده الهزار بقى او انت تعمل فيه مقلة بتموته يعني هم بقى ده فكرة انك ترسخ ده فكرة انك انت يبط الحوار والسخداء والالفاظ اللي مش اللي هي اللي ما ينفعش تتقال على شاشة وحالك كتير اريد ده لما تشوف السلبيات اللي فيها السلبيات اللي فيها واحنا هنحاول يلي حد من اساس تعلم النفس يلي يشوف كل حد و بتعمل ايه انك انت بترب يعني انت عندك مدرسة معافية شوية و الاسرة مشغولة شوية و بيتري تكمل ان التليفزيون يمسح لك الباقي طب انت هتنتظر ايه هننتظر ايه من اجيالنا دي هننتظر ايه موجودش ايه طب عشان كده لما يطلع في الصورة اللي كان الاعلام اياه الشاب اللي ماسك علم بايد و مولتوف بايد وقت دي صورة رسمية للشاشات بتاعت بعض الفضائيات ايام الصورة و عالم مصر يمشي معه حرق مصر بالزمة الشاب اللي عمل ده ده اكيد من روام خوخ ده اخي اخي ما هو ده تربية تربية في رمز نلال ده و هيبه تربية الحاجات دي هو نتاج الحاجات دي هي كده الاستاذ سمير بيقول احنا شعبه مش عايز يبقى فيه نظام و دولة قانون و حساب و عقاب اللي خلى اوروبا و امريكا دول عظم و هو سات القانون على الجميع اما دول العالم التامن مش عايزة قانون عايزة فوضى و تعمل اللي تعمله القانون فوق الجميع بس عايزة اقول للاخ سمير الفوضى اللي احنا فيها دي تركيب تشوية حاجات الشعب المصري متعرض لها من سنين طويلة مش اقل من 15 سنة بس عشان نبقى متفقين يعني هو الحال اللي احنا فيه دي 15 سنة ما تتعملش ببساطة لما يبقى فيه فيلم طالع عشان يهدر حاجات معين عشان يصور جزء من شعبنا على انهم ناس قوادين انا اسف للتعبير والستات مش كويسين ومجتمع وكله بيش بمخدرات وكذا لما انت بترسخ الصورة الزهنية دي مرة بطريقة الالحاح فيلم و 2 و 3 وتعمل ده رسخت في الزهن حاجة وخلي بالك تأثير السين مجامل جدا لما تيري انت النهاردة تختلق وتخلق مجموعة جديدة قال ايه دول الادباء الردات زي الفندي اللي كان كاتب قصة وكاتب فيها كلام قليل الادب اللي هو محبوص صنة دلوقتي واللي بقى طلع عمار علي حسن وغيره بيبكو عليه كاتب كلام قليل الادب وبعدين يقولك ده الإبداع والإبداع ملا يارب لا ده مش إبداع ده بيهد في بلد وهو لما يكتب كلام قليل لا يستطيع الشاعر ده وأتحدى ينبوه قدام أبوه اللي خلفه وأمه اللي خلفته إنه يقدر يقول الكلام اللي كاتبه قدامهم أنا أتحدى أتحدى دكتور عمار علي حسن إنه هو يقدر يقول الكلام ده لولاده أتحدى أي إبداع ده إنما ده بيقصر بقى ده الأدب وتيده عمرتي حقوبيان فتترلم قال ايه مين اللي ترلم وترلم ايه ده كلها هيئلة أدب ترلم ايه فهو ده التشريع فأنت بتخلق طبقة جديدة من الناس اللي هما بقى حيبه ده الأدب ويطلع كلام أغاني كلام مالوش معنى ولا لو أصله ولا كلامه يبقى هو ده الواقع والسنة ما بتعمل ده فده فالنتينة بتاعدون كل دولة تعالى مدى 10-15 سنة تخلق لك اللي إحنا فيه عشان نفكت بقى الاشكالات دي والرد عدالي حناخد وقت شوي إنما حترد على مصر تعني إن شاء الله السالي السالي محمد بتقول لي السلام عليكم السلام عليكم بالنسبة الزيادة السنوية على المعاشات الدولة بتفكر إن حل مشكلة الفقر في الزيادة دي بس الحقيقة إن المشكلة بتكبر أكتر الآن معظم الشمان مش لاقي شغل وزيادة في المعاشات مش بتعود عليهم لأن أولياء أمورهم بيستحوزوا على المعاش مش بيصرفوا على أولادهم لقبل الزيادة ولا بعدها لا ما أنا كمان عايز أقول لحضرتك والحضرات كل الناس اللي مش لاقي شغل اللي بينتظر إن نشتغل في الدولة يبقى هو يبقى إحنا كده يبقى هو غلطان لأنك إنت حتضيف لأعداد عاطلة أعداد أخرى النهاردة أنا خلاص معايا شهادة مش لاقي شغل أغير بقى دلوقتي أغير من نفسي شوية أنا ممكن أتعلم حاجة تانية دلوقتي والشهادة خليها للنحية الاجتماعية والفشخرة عشان إحنا كلنا 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 معاق قديم إحنا خلاص عملنا عقد نفسية رغم إن كان المفروض وإحنا زمان لما كان صلاح جاهين وعب حليم حافظ والعامل في الصورة وفي الصورة يعني كان اللي بيشتغل فكرة كان من ناحية الدولة عملت تتكلم على العمال وقيمتهم وكلام ده كله وفي ناحية التانية الدولة هي أول واحدة بتكرس الدونية السينما والدنيا بتكرس كلها اللي ما معوشها هذا يعني إحنا ناس عندنا يعني عندنا خلل في دماغيتنا ولا إيه فالنهار ده الشباب ده هو اللي غير هو العلي غير ما فيش النهار ده فكرة إن أنا نستنى زلنى المرات وفي صراحة قليلا من тоже ان اشتركوا في القناة جزل لقد شكرا من اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة